بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية لقاءات نتواصل من خلالها مع السادة العلماء ليبينوا لكم ويجيبوا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرحباً بكم ومرحباً بتواصلكم ومرحباً باستفساراتكم واستشكالاتكم عبر رقم البرنامج 05-37-68-51-60 أو عبر البريد الإلكتروني دروس نقطة حديثية أيروباسكي سينيرتي نقطة 100 سعداء أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الدكتور سديع بالحقي دير رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم إفران فضيلة الدكتور مرحباً بكم من جديد أهلاً وسهلاً هذه الأحاديث التي نتحدث عنها كثيراً ونتناولها في هذه الحلقات يشترط في من يوخذ عنه هذا الحديث ضمن ما يشترط أن يكون عدلاً ما المقصود عندما نقول العدالة فضيلة الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فشكراً لكم على هذه الاستضافة مرة من أخرى العدالة إذا أرضنا أن نعرفها لغة فهي من عدل والعدل في اللغة معناها ضد الجور وما قام في النفوس أنه يعني ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو يعني خلاف الجوري والعدل يعني كما تعلمون هو اسم من أسماء الله الحسنى وهو الذي لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق ولا يحكم إلا بالحق سبحانه وتعالى وابن الأثير له كلمة جميلة جداً قال العدل يعني ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم هذا من حيث اللغة أما من حيث الإصطلاح عند المحدثين فالعدالة معناها اجتناب يعني الصغائر يعني الكبائر يعني الصغائر يعني تتعلق بالأخلاق بالأخلاق والعدل كما قال ابن حزم الأندلسي هو الذي يقوم بالفرائض ويجتنب المحارمة ويضبط ما يروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال السيف الأميدي قال هي ملكة يعني ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى نعم كأنها تقوده إلى الخير تقوده إلى الخير وإلى الحق فهذه الملكة لا يكفي فيها يعني اجتناب الكبائري بل من الصغائر ما يرد به إن كان ارتكاب الصغيرة عن قصد ولو كان ذلك شيء يسير وقد ضرب العلماء لذلك مثلا فقالوا كتطفيف في حبة قصدا يعني في الكيل يعني قصد الإنسان أن يطفف الكيل يعني بحبة واحدة سقطت عدالته سقطت عدالته إذن فلا يكفي فيها جناب الكبائري بل من الصغائر ما يرده لكن على العموم العدالة هي سلوك حياتي يمارسه الإنسان عن قناعة فيسمى مقومات مقومات هذه العدالة فمقومات هذه العدالة وأركانها يعني كما حددها العلماء علماء الحديث يعني أول مقوم من مقوماتها الإسلام فلا تقبل رواية الحديث يعني من غير المسلم بالإجماع إذن فأول مقوم يعني يشترط في هذا الذي يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مسلما وهذا موضع إجماع واتفاق المقوم الثاني العقل فيعني لا يقبل مجنون في الرواية إذا كان جنونه مطبقا أما إذا تقطع جنونه فأفاق يعني في بعض مرات يعني قبلت روايته في حال إفاقته وكذلك البلوغ يعني يشترط من مقوماتها البلوغ فلا بد يعني لهذا الذي يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بالغا يعني وهذا يعني كذلك من الأمور التي ذكرها العلماء ثم مقوم آخر وهو في غاية الأهمية ونجد له تطبيقات كثيرة جدا في علوم الحديث وهو أن يكون سالما من الفسقي وخواري من المرؤة هنا أسألك فضلية الدكتور هل يشترط أن يعني يتجنب جميع المخالفات فضلية الدكتور فهذا يعني مستحيل فأن نقول بأن العدل يعني لو اشترط في العدل أن يكون خاليا من جميع المخالفات يعني صغيرها وكبيرها لست حال وجوده ولندر اكتماله كما يقول علماء أصبح من الملائكة من الملائكة ولذلك هناك قول رائع صراحة لأحد الفقهاء السبعة ووسعي بن مصيب يقول يعني ما من عالم ولا شريف ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضل أكثر من نقصه ووهب نقصه لفضله ووهب نقصه لفضله الإمام الشافعي وهو يعني يتحدث عن هذه النقطة بالذات يقول إذا كان الأغلب الطاعة فهو الإنسان العدل وإذا كان الأغلب المعصية فذاك هو الإنسان المجرح ولذلك نقول يعني لا يمكن أن نقول بأن هذا الإنسان تشترط فيه العصمة فالعصمة ليست للإنسان يعني حتى أصحاب رسول الله عندما نقول بأنهم كلهم عدول هذا ليس معناه إثبات العصمة لهم لكن عندما نقول هذه الكلمة فالمقصود بها يعني يستحيل أن يوجد أو يعني أن ينقل عن أحد منه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذن على هذا فضلت الدكتور ما هي الطريقة التي نعرف بها أو الطريقة التي تعرف بها العدالة نعم وهذا يعني موضوع في غير الأهمية كذلك يعني وهو طريق معرفة العدل فالعلماء تحدثوا في هذا كثيرا وحددوا أمرين اثنين أولهم يعني أولهما يعني لا بد يعني مع اشتهار الإنسان بالعدالة والزكية لا بد من تتبع أفعاله واختبار أحواله معنى ذلك معنى ذلك أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام فهذا الذي ينقل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيمانه واستقامة طرائقه لا بد من تتبع الأفعال واختبار الأحوال وكان هذا ديدن المحدثين ولا يعني ذلك تتبع أوراة لا يعني لا ليس والدا بالمرة لا على قتله بالمرة المقصود يعني تتبع الروايات وتتبع أفعال هذا الإنسان وغير ذلك هذا هو المقصود وتتبعه في الروايات في الروايات هذا هو الذي يهمهم ليس تتبعه في أخلاقي لا بل إن حتى في الأمور التي أجازها العلماء في إجازة الغيبة الغيبة بالنسبة للمحدث يقولك ما توجبه الديانته ولا يجب أن يتعدى إلى شيء آخر إذن فلا بد من تتبع الأفعال واختبار هذا من ذهب الجمهور أما بالنسبة الأحناف فإنهم يكتفون بظاهر الإسلام ولذلك كما قيل في حقهم يعني قابلوا رواية المجاهين الأمر الثاني الأمر الثاني هو هذا إذن مذهب الجمهور تقولك ما عاستقامة أحواله وإيمانه لا بد من تتبع أفعاله واختبار أحواله مذهب الحنفية يقولون يكتفى بظاهر الإسلام والله يتولى الصالح مذهب الجمهور سند على رواية ذكرها الخطيب البدادي في الكفاية قال يعني يطروا عن عمر بن أختب وهي معروفة كما تعلم الأستاذ الكريم عندما أراد أن يعرف عدالة أشخاص ما قال من يعرفه هذا قال أحدهم أنا أعرفه قال بما تعرفه هل هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره هل عملته بالدرهم والدينار هل صافرت معه قال لا قال إذا فإنك لا تعرفه إذن فلا بد من هذه الأشياء الجوار الاحتكاك الاحتكاك يعني حسن الجواري ويعني الصفر الذي يستدل على مكانه من أخلاق التعامل بالدرهم والدينار هنا تظهر المعادن هنا تظهر المعادن بل هنا يتفق المحدثون مع الفقهاء يعني يقولون اختبروهم بالمنقوش والمفروش يعني اختبروهم بالمنقوش يعني الدرهم والدينار والمفروش يعني كنا يتعني الزواج فلا بد من معرفة هذا الشخص الذي نتعامل معه وإنه أمر جلال إنها رواية حديث رسول الله صلى الله فلا بد فيها من الاحتياط الشديد شكرا لكم إذا تكرمتم من استقبل أول مكالمة أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميسون من مدينة غزة وشكرا جزيلا لبرنامجكم من فلسطين الحبيبة وبداية حابة أشكركم على المعلومات المفيدة والوقت المقدمة وعندي سؤال اليوم قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلضغ المرء من حجر مرتين هل هو حديث صحيح أم ضائف وشكرا لبرنامجكم شكرا جزيلا لكم مرة تامية بارك الله وفيك الأخت الكريمة من غزة تسأل عن حديث لا يلضغ المؤمن من جحر هي قالت حجر ربما غلط من جحر مرتين هذا حديث صحيح فضلتك هذا الحديث روي عن أبي هرية رضي الله عنه وهو حديث صحيح لا يلضغ المؤمن من جحر مرتين مخرج في صحيحه في رواه الإيمان البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح وفيه كما تعلمون من ظاهره يعني يقتضي يقتضي أن المؤمن لا يخدع يكون يقضا يعني من صفاته أن يكون يقضا فاطنا كيسا فضلتك دكتور هل لهذا الحديث سبب الورود كما يقال فعلا له سبب ورود كما قيل وهو أن أباعزة الشاعر كان يهجو رسول الله ويهجو المسلمين فتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني تمكن منه في غزوة في غزوة من الغزوات فاستعطف النبي صلى الله عليه وسلم ولأخلاقه عليه الصلاة والسلام يعني أطلق صراحة عفو يعني عفا عنه وهو يعني معروف بهذه الشيام الكريمة صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فلما التحق بقومه عادت حليمة إلى عادتها القديمة رجع إلى ما كان عليه قبل يعني قبل أن يقبض عليه من الهجو من الهجو لرسول الله والمسلمين فتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فاستعطفه بدأ يعني يستعطف مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين بمعنى لا يخدع المؤمن من جحر مرتين وهذا فيه دليل على أن المؤمن ينبغي أن يكون فاطنا ذكيا كيسا يأخذ الأمور بحزم وضبط يقال إن هذا الكلام مما لم يسبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني من كلام رسول الله ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لم يسبق إليه وكان أصحاب رسول العسم يمتازون بهذه الخصلة حتى قيل في حقي عمر بنخطب أنه كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني إذن فالمؤمن كيس فاطن فلا يمكن أن يخدع مرتين أو ثلاث مرات أو غير ذلك ومن الحزم أخذ الأمور بجد في مثل هذه الأمور لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا خبر أريد به الأمر نعم هذه كناية ومجاز تكلم به النبي صلى الله يعني ليكون المؤمن حازما حازما كيسا فاطنا أهم المعاني التي يحتمل هذا اللفت فضيلة الدكتور المعاني هو أن الإنسان دائما في معاملاته مع الناس ينبغي أن تكون معاملتهم بنية على الصدق وعلى الاحترام والتقدير وعلى العلم الغشي وعلى الكذب وغير ذلك فباطل المؤمن وظاهره شيء واحد ثم أخلاقه يعني ثم يعني مما يعني يستفاد أن المؤمنة يعني أخلاقه مكتسبة من كتاب الله عز وجل نعم فحاله سيان يعني إذا حدث لا يكذب نعم وإذا قال يعني فقوله الصدق والحق نعم وإذا عاهد وفا ويتجنب كل ما من شأنه أن يخدش يعني المعاملات لكن في نفسه يعني وهو يتسم بالسماحة وباللين وبالرفق وبالرحمة لكن في مواطن الشدة يكون حازما لا تأخذه في الله لومة لائم بارك الله فيكم عندي حديث آخر من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الحديث سأل السائل الكريم هل هو من الأحاديث الصحيحة فهو حديث صحيح ورواه الشيخان في البخاري ومسلم ورواه غيرهما عن أبي هريرة وقد روي عن عبد الله بن عمر ورواه البزار كذلك فالحديث صحيح في منتهى الصحة يتناول المنتحر يتناول أحكام هذا الذي يؤدي بنفسه إلى التهلك فالنبي صحيح قال من ترد من جبل فقتل نفسه يعني سقط من جبل يعني ترد بمعنى أنه ألقى بنفسه ألقى بنفسه من فوق هذا الجبل فهو يترد فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلا أن يشاء الله الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يعني هذا الحديث ثم أضاف كأنه يذكر وسائل التي قد يتبع هذا الذي ينتحر قال وَمَنْ تَحَسَّ سُمَّا أي تَجَرَّعَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فهو يتحسى سما في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه بهذه الحديدة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إذن فهذا حديث صحيح هل يدل ذلك أن المنتحر مخلد في النار فضيلة الدكتور؟ فهنا العلماء قد تناولوا هذه الجزئية قالوا ليس المقصود خلود المشرك فهنا هو موكول إلى ما شئت الله يخرجه فهو على خلاف المشرك فهو ليس خلود ما لا نهاته يعني صار مديا أبدية فهو موكول إلى رحمة الله عز وجل بخلافه الذي أشرك وهذه نقطة أو مسألة قد ذكرها العلماء وهم يتحدثون عن هذا الحديث يجمعون بين هذا الحديث وبين أن المؤمن مآله إلى الجنة مآله إلى الجنة بطبيعة الحال لماذا؟ لأن بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل والحديث في هذا كثير جدا يعني أن الله صبح عندما تكون الشفاعة يعني يخرج من نار جهنما يعني ولو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من إيمان إذن فإذا كان موحدا إذن فيخرج بهذه الشفاعة وشفاعة الله عز وجل التي ليست يعني لا تبلغها شفاعة أحد كيفما كان مقامه رحمة الله واسعة وصراحة عندما تقرأ حديث الشفاعة يعني يحصل لك هذه البشرى صراحة عندما تقرأ حديث مسلمين أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الرحمة يعني تسعة وتسعين جزءا يعني الخلائق في الدنيا يعني يتعاملون بجزء واحد والدخرة عنده تسعا يعني تمانية وتسعين جزءا إذا كان يعني كان أثر الجزء الواحد وهذا الذي نراه في الدنيا فكيف سيكون أثر التسع والتسعين ولكن الإنسان في نفس الوقت يعيش بين الرجاء والخوف كالطائل بين جناحيه لا يغلب أحد ما على الآخر الدليل هذا الحديث دليل على أن الانتحار حرام حرام وأنه كبيرة من الكبائل نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرزوق حيان من جماعة منبرت إقليم الشفشاوان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم ما درجة هذا الحديث وما معناه بارك الله فيكم وبركة فيكم أنتم أيضا فضيلة الدكتور إن شدة الحر من فيح جهنم هو حديث صحيح حديث صحيح روي عن أبي هريرت رضي الله عنه رواه الإمام مالك في الموطأ اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وروية بألفاظ أخرى من الألفاظ التي روي بها وقد رواه الشيخان كذلك ومسلم الشيخان والنساء وأبو داود روي بلفظ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني انتظروا قليلا حتى انتظروا قليلا حتى يعني يحصل من البرد والقر فاستأذنتي النار ربها فأذن لها في نفسين يعني نفس يعني في الصيف ونفس في الشتاء الحديث صحيح ما معنى الفيح فضيلة الدكتور يعني الفيح هو يعني الأثر أثر يعني هذه الحرارة يعني وأثر البرودة يعني فهي يعني كما يعني يقال فقط جزء يعني من وليست يعني كل وإلا فعني حقيقة نار جهنم أعذنا الله إياكم فنار جهنم يعني أقيم عليها ألف سنة حتى سودت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى سودت فهذا جزء من تنفسها كما يتنفسه يعني هذا الإنسان هذا تسوير مجازي هذا التنفس توجيهه عند العلماء هل يعتبروه مسألة مجازية أم مسألة حقيقية هو يعني مسألة مجازية تم ذكاء العلماء هي مسألة مجازية فقط فقط للتقريب لتقريب المعنى إلى أذهان المستمعين وأذهان المسلمين وإلا فإذا مسهم طائع كما جاء في الآيات الأخرى يعني فقط يعني كأنها تتنفسها هذا التنفس هو يعني لا شيء وإلا فحقيقتها يعني والعياذ بالله يعني شيء آخر ولكن فيه ترهيب من يعني وأخذ عبرة ودرس من هذا الذي يعيشه المسلم يعني في فصل الشتاء أو في فصل إذن في الحر وفي القر يعني كما هو مذكورا في هذا الحديث إذن نعوذ بالله من فيح جهنم فضيلة دكتور عندي حديث آخر تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة الحديث صحيح؟ هذا الحديث يعني تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو يعني من عبادة ستين سنة فهذا حديث ذكره الملة علي قاري في كتب الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوع وقال عقبه لا أصل له أو قال يعني بعض أخرى قال هو بأصله موضوع وكذلك ذكر ابن الجوزي في الموضوعات بعض العلماء قال هو من كلام بعض السلف لا يجوز نسبته إلى رسول العسل لا يمكن أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز نسبته إلى رسول العسل وإنما هو من كلام السلف فليس حديثا وهو حديث مجازا ولا يمكن أن نقول بأنه مجاز يعني حديث حقيقة ولكن قضية التفكير والتفكر هو يعني المعنى معناه صحيح أن الإنسان إذا تفكر يعني وفي أنفسكم يعني التفكر في الأنفس والتفكر في الآفاء وغير ذلك يعني تذاكر العلم وغير ذلك فهذا يعني له فضل كبير عند الله عزوج من حيث المعنى فهو صحيح الذين يذكرون الله قياما وقعودنا وعلى جهن ويتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك هو من حيث المعنى صحيح ولكنه من حيث النقل والرواية غير هذا غير صحيح ولا يعني يمكن أن نسبته إلى رسول العسل بل ومن كلام السلف عن الأرجح ومن كلام بعض السلف كما قال بعض العلماء وإلا فالعلماء قد حكموا بوضعه قالوا يعني هذا ليس حديثا يمكن أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرسول المرفض بارك الله فيكم فضيلة دكتور نحرر مكالمة أخرى إذا تفضلتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم من مدينة أقادير دي واحد سؤال هو الحديث لا يحل مال مرئ مسلم إلا عن طيب نفسه هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف وشكرا لكم شكر الله لكم أنتم أيضا سائل كريم من مدينة أقادير يسأل عن الحديث لا يحل مال مرئ مسلم إلا عن طيب نفسه قلت طيب نفسه عن طيب نفسه حديث صحيح حديث صحيح حديث صحيح يعني أصحاب الصحاح ربما أصحاب السنن فهو حديث صحيح ما معنى عن طيب نفسه يعني مال المسلم له حرمح فلا ينبغي التساهل في أخذ هذا المال فأخذ ماله لا بد أن يكون عن طيب نفسه يعني بالطرق المشروعة لا بالطرق الممنوعة حتى إذا كان مستحيا فهذا لا يجوز حتى يعني ولو كان مستحيا ما أخذ بسيف للحياة نعم لا يمكن يعني أخذه يعني فله حرمة عند الله عز وجل وهناك أحكام تحكم يعني هذا المال فإذا مال المسلم مصون محمي في ظل الشريعة الإسلامية له حرمة وهو مسيج إذا فلا يمكن لأحد أن يأخذه بالغصب ولا بالسرقة ولا يعني بأي طريق من الطرق الأخرى يعني رشوة وغير ذلك إذا فهذا المال له حرمته ولا يمكن أخذه إلا بالحق أما يعني أخذه عن طريق الغصب أو السرقة وغير ذلك فهذا لا يجوز قد يقول قائل فضيلة الدكتور طيبة النفس أمر داخلي نعم يعني كيف نعرف بأن هذا الإنسان طيبة نفسه أم لم تطيب نفسه من خلال ذلك العطاء يعني الأصل في الإسلام أننا نعمل بالظواهر والله يتولى السرائر فما دام أن هذا الإنسان قد بذل ماله لغيره وانتفت يعني الشبهات يعني من إكراه وغيره فبطبع الحال نظن أنه قد بذله عن طيب نفس لكن إذا كانت هناك يعني شبهات يعني كالإكراه كأن أكريها على يعني أخذي يعني على إعطاء ماله بطريقة من الطرق فها هنا يعني ينبغي التوقف هناك أيضا العكس قد تكون نفسه طيبة ولكنه على وجه على وجه الحرام ويعني هذه الحالة كأختها التي سبقت فإن كان يعني أنه يعني يبذله عن طيب نفس فينبغي أن يبذله في الطرق المشروعة لا في الطرق الممنوعة إذن فكل الأمرين ينبغي أن يعني يستحضر في عن طيب نفس إذن فهو عندما يبذله يبذله عن طواعية وإذا بذله ينبغي أن يبذله في حله فيما أحله الله سبحانه وتعالى وإن ادعى أنه ينبغي أن يبذله عن طيب نفس قد يكون هناك التراضي في الربا مثلا التراضي لا يقدم ولا يؤخر التراضي في هذه المسألة لا يقدم ولا يؤخر دائما عندما تبذل مالك ينبغي أن تبذله فيما أحله الله أن تضع موضعه الشرعي والحديث يعني واضح في هذه المسألة يعني أن الشيء الذي يسأل عنه الإنسان غدا يوم القيامة فيما معناه يعني أنه يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه إذن السؤال مرتين عن الكسب وعن الإعطاء لأنه قد يكسب من حلات ولكن قد ينفقه في حرام إذن فالمسلم بين هاتين الطريقتين إذن فبذله ينبغي أن يكون عن طيب نفس نعم ولكن في نفس الوقت إذا بذله فهو يبذله في مرضات الله سبحانه وتعالى قال مال امرئ مسلم هل لهذا القيد مفهوم مثلا؟ إذا لم يكن مسلما؟ يعني إذا لم يكن مسلما فيعني الترهيب أشد إذن الأمر أشد يعني يكون الأمر أشد إذا أخذت مال غير المسلم فحين إذن يكون خصم الإنسان هو الله ورسوله غدا يوم القيامة لا يمكن أن يفهم من هذا الحديث أن مال غير المسلم يمكن أخذه هكذا هو الأمر أشد في غير المسلم إذن فالمال سواء تعلق الأمر بالمسلم أو غير المسلم يدلك على هذا المعنى حديث ورسوله عسلم يعني في النهي عن الغش عندما قال من غشنا فليس منا وفي رواية أطلق يعني ولم يعني يقصد فقط المسلمين وقال من غش فليس مني يشمل المسلم وغير المسلمين إذن فالمسلم يمتاز بهذا الخلق أنه يعني المسلم يعني المال المسلم وغير المسلم له يعني حرمة وهو مصول في ظلي يعني يكون له مبدأ في ذلك في هذا الأمر يعني في إنفاقه وفي كسبه وفي غير ذلك بارك الله فيكم فضيلة الدكتور حرر مكالمة أخرى أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من الخميسات بارك الله فيكم سيدي مصطفى من الخميسات يسأل عن حديث يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ألوى حديث صحيح عن رسول الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يعني يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا وسكنوا ولا تنفروا من السكينة من السكينة يعني اجعل الذي أمامك في سكينة في سكينة وطمأنينة ولا تنفره إذن فالحديث صحيح ما معنى يسروا ولا تعسروا ما المقصود بالتيسير هنا التيسير ها هنا يمكن أن نضرب له مثلا في حديث أنس رضي الله عنه قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فقام الصحابة ليقعوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه ولا تزرموه يعني وأريقوا على بوله سجلا من ماء ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فهذا الأعرابي وهو ذو الخويصر اليماني وهو من جفات البالية يعني انظر معي كيف أنه جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فلم يجد مكانه يعني إلا ناحية من نواح المسجد فبال فيه فقام الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإمام الصنعاني وشرح هذا الحديث ليبين لنا يسر هذا الإسلام قال يعني في هذا الحديث أولا يعني قاعدة عظيمة جدا وهي دفع أعظم المفسدتين بخفهما وفيها اللطف أو التلطف في تعليم الجاهل الإنسان الذي لا يعرف إذن ينبغي أن يتلطف حديث عادي بالإسلام فلذلك هذا الأعرابي ماذا قال في نهاية الحديث اللهم ارحمني ورحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا وهذا أصل عظيم بالنسبة التيسية هو أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية هل يعني ذلك أن نتناول هذا الدين في كل جوانبه بيسر فالأصل في الدين اليسر وعدم العسر نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني الأصل في الدين يعني أن الشريعة الإسلام من بنا حتى فيما نقوم به نختار الأيسر دائما كان هذا منهج الرسول العسر ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إثما هذا هو القيد الذي نبغي ولكن قد يقول لك القائل إنه يتعارض مع حديث يعني الذي يقول الثواب على قدر المشقة ربما لا أدري ما صحة هذا الحديث الثواب بقدر المشقة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ ويتعتع فيه يعني مثل هذه الأحاديث كلها هو لا تعرض فيه يعني لا تعرض فيه يعني بين الأمرين أن إذا اخترت الأيسر يعني ليس يعني معناه الأيسر هو يعني يعني المخالف لشرع الله عز وجل والتيسير يعني أمر لا يتقنه إلا الفقهاء التيسير يعني هذا فقه يعني هذا فقه لا يتقنه إلا الفقهاء العالمون بمقاصد الشريعة الإسلامية لكن الإنسان يعني يدور بين العزيمة والرخصة يعني يدور بينهما فيما يخص يعني والنفوس والنفوس يعني بطبيعة الحال يعني هناك نفوس لا يصلحها إلا التيسير وهناك نفوس ربما قد تجدوا راحة يعني في الأخذ يعني بالمشقة ولكن المشقة التي لا تؤدي به إلى التفريط يعني في لأنه لن يشاد أحدنا هذا الدين إلا غلب هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ف يعني وفي رواية هلك المتنطعون وقد ناقش العلماء أني مسألة يعني تتخص يعني هذا الجانب الذي ذكرتم أستاذي الكريم فيما يخص هل الإكثار من التعبدي بدعة هناك يعني من يستطيع أن يقرأ يعني يختم القرآن ختمات عدة عنده قدرة عنده قدرة ولكن هل يستطيع ذلك إلى يعني إلى يعني إلى آخر رمق من حياته قد لا يستطيع ذلك وهذا ما نبه نبه النبي صلى الله عليه عبد الله بن عمر بن عاص عندما قال بأنه يستطيع أن يختم القرآن في يعني في يوم أو في أقل من ذلك قال يعني إذا ختمته فاختمه يعني في مدة تستطيعوا معها أن تختمه في كل الأوقات ولذلك يعني حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إذن فعندما نتحدث عن التيسية نستحضر هذه المعاني نستحضر هذه المعاني أما يعني قد يعني الأخذ يعني بالأشق فهذا قد لا يستطيع كل الناس وإذن الحديث فضيلة الدكتور صريح في الدلالة على أن التنطع ليس من الدين ليس من الدين قال لهم وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَا ما معنى تَطَاوَعَ فضيلة الله بمن حاول أن تجتمع على كلمة سواه وإذا اختلفتم فليكون ذلك الاختلاف مبنيا على حسن الأدب يعني والأخلاق حسنة وهكذا كان يعني كانت أخلاق أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر فضيلة الدكتور يقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة حديث صحيح فضيلة الدكتور هذا الحديث حديث حسن رواه الشيهب القضاعي في مسنده يعني روية بهذا اللفظ عن أنس وروية عن عبد الله بن مسعود رواه بن حجل هثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح ونذكر بأن الحديث الحسن الحسن هذا مصطلح لحديث المقبول الحديث الحسن هو الذي خف ضبط راويه نعم يعني يعني يجمع جميع صفات الحسن الحديث الصحيح فيه العدالة التي تحدثنا فيها اتصال السند نعم وفيها عدالة الرواد فيها عدالة الرواد ولكن الضبط ضبط يعني راوي الحديث الحسن خفيف نعم فنزل عن مرتبة الصحيح لذاته إلى الصحيح لغيره الذي يحتاج إلى شواهد وإلى معضضة يعني ما يعضضه من خارج وهو سالم من العلة والشذود إذن فالحديث حديث صحيح صحيح أول ما تفقدون من دينكم يعني أول ما تفقدون من دينكم الأمانة الأمانة وآخر وآخر ما تفقدون الصلاة قضية الأمانة نعم مفهوم واسع فضيلة الدكتور في شرح فعلا فعلا يعني الأمانة ها هنا في قول عبد الله بن عباس قال الطاعة الطاعة وإنما سميت أمانة لأنه مؤتمن عليها هكذا قال الطاعة ونفس الاتجاه ذهب إليه ابن فورك عندما في السرق قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال عرض الله سبحانه وتعالى الطاعة على الأرض على السماوات والأرض والجبال يعني على أن على أنها إذا وفت فلها يعني الثواب وإذا يعني لم توفي فعليها العذاب فأبينا يعني أن يحملناها وتحملها يعني آدم عليه السلام وتحملها آدم على أن من أطاع له الجنة ومن يعني عصى فله النار هكذا قال أبينا لعدم القدرة فضيلة دكتور يعني هذا يعني من الإشفاخ لأنهم رأوا يعني المآل قد يعني يوفون وقد لا يوفون وحملها الإنسان بما أودع من قدرات ومن فضل الله سبحانه وتعالى وإعانة من الله سبحانه وتعالى إذن فالأمانة آخر ما تفقدون الصلاة الصلاة آخر ما يعني 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 ما يعني في رواة ابن 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 سعود وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة الصلاة يعني ها هنا كأنه يعني يشير إلى الخشوع في الصلاة أو ترد الصلاة يعني عند نهاية كليا عند نهاية الزمن لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق إذن فآخر ما يفقد في هذه الأمة الصلاة بن صي حديث رسول الله صلى الله يعني إذا فقدت الصلاة فهذا دليل على أن يعني قد أزفت الآزفة الله السلامة والعافية الله سبحانه للثبات فضيلة الدكتور عندي حديث آخر يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر الأخ الكريم من صفر يسأل أن الحديث هل هو صحيح وما معناه هذا الحديث مروي عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله يعني ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر يعني لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا لا يقبل الله لهم صرفا الصرف ها هنا كما قال علماء الفرض لا يقبل لهم فرضا ولا عدلا أي نفلا نافلة عاق لوالديه يعني وقد جاءت يعني جاء في رواية أخرى عاق لوالديه ومنان بما أعطى الذي يعطي ويمون وقد نهين عن المن لأن هذا المن ينسف ثواب وأجر هذا الذي يعطي ومكذب بالقدر وتكذيب بالقدر هذا نوع من الخروج من الإسلام لأن الإيمان بنى على ست يعني بنى الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره يعني هذا الحديث نفهم فضلة الدكتور من هذا الحديث أن العاق مثلا لا يقبل الله له فرائضه ولا نوافله يعني هذا من باب التحذير والترهيب الشديد لكي يرعوي ويرتدع هذا الذي يعق والديه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقبل فحق الوالدين حتى كلمة أف ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقد قرر الله سبحانه وتعالى يعني رضاه برضاه يعني أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير كلمة إلي المصير فيها تنبيه وتحذير فلذا كان يعقوق الوالدين من الكبائر كما تعلمون ويعني هذه الكبيرة موكول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى مرتكب كبيرة أمره موكول إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه نعم بالنسبة للمنان كلمة منان منان بما أعطى وهو ذاك الذي ينفق ثم يمن هذا الإنسان منهي عنه والمن محبط لثواب الصدقات فالله سبحانه وتعالى قد يعني حثنا على الإنفاق في سبيله وأن من أنفق حاله كحال مثل مثل كمثل سنبولة أنبت سبعان السلام في كل سنبولة مئة حباه والله يضاعف يضاعف لمن يشاء هذا المن هو الصدق التي يتبعها أذى يعني يتبعها أذى نعم فإذا من يعني من الإنسان بصدقته فليعلم أن الذي يعني هو أحق بالمن هو الله سبحانه وتعالى إذا فلا تمن على غيرك يعني بصدقتك إذا هذه الأمور فضيلة الدكتور نفهم تفضل نسيت أن نذكر عن درجة الحديث نعم فهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة يعني كما قلت عن أبي أمامة الباهلي ورواه يعني وإسناده حسن وإسناده حسن وإسناده حسن يعني من الأحاديث الصحيحة نعم هذه المسائل تدل على أن أنها تحبط العمل كما قلت فضيلة الدكتور أو الأمر أمرها موكل إلى الله عز وجل للأعمال والخواتب حديث آخر الحياء من الإيمان ألوه صحيح فضل الدكتور هذا جزء من حديث جزء من حديث يعني رواه البخاري أن النبي أن رسول الله سمرة على رجل من الأنصار يعظ أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان فيه لا يأتي إلا بخير يعني في رواية أخرى لأن رواية يعني الحديث يعني كثيرة جدا الحياء لا يأتي إلا أقل يعني دعه فإن الحياء من الإيمان وإذن فالحديث رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما وها هنا إشارة يعني لطيفة جدا صراحة تفضل اسمعها يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعيض أخاه يعيض يعني من الأنصار يعيض يعني أخاه فقال يعني فيه الحياء كأن هذا الرجل كان يستحيي في استفاء الحقوق نعم يعني هذا الحياء كان يمنعه من استفاء حقوقه ما نسميه نحن الخجل الخجل يعني نهاه يعني هذا الأنصار قال يعني يعني خذ حقك خذ حقك يعني ومستحقك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام قال دعه أي أتركه فإن الحياء فإن الحياء لا يأتي إلا بخير أو يعني فإنه خلق حسن لا يأتي هو من الإيمان ولا يأتي إلا بخير إذن هذا يدل على أن المقولة التي شاعت بين الناس عندما يقولون لا تستحي في ما يضرك مثلا نعم هذا معنى هذا هذا كلام خاطئ أو ليس كذلك فدر الدكتور يعني دائما الإنسان يعني قوال من الحق يعني إذا أرد أن يستوفي حقوقه يستوفيها ولكن الحياء يعني يعني تلب الحق يعني المسيج بالخلق الجميل ومنه الحياء هذا مطلوب شرعا وعقلا والحياء يعني في طلب هذه الحقوق ينبغي أن يعني يكون لكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يكون يعني أن لا ينخلب إلى خجل لأن الخجل ليس الحياء الخجل يعني هو يعني كأنه ضعف من هذا الذي أما الحياء فهو أن تخشى الله سبحانه وتعالى الحياء من الله وأن تحفظ كما جاء يعني في العديد أن تحفظ البطنة يعني وما وما حوى والرأس وما وعى وأن تتذكر البلا يعني وغير ذلك بارك الله هذا هو يعني المقصود يعني بالحياء الحقيقي وهو يعني قد يكون جيبلي فطري وهذا يعني من أحسن الأخلاق وقد يكون مكتسبا يكتسب الإنسان عن طريق المخارطة وعن طريق الملازمة لكتاب الله واسمونة رسول الله صلى الله عليه إذن الحياء كله خير كله خير إن شاء الله بارك الله لا يسعني في آخر هذه الحلقة المباركة إلا أن أشكركم جزيل الشكر أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم إفران بارك الله فيكم على هذا الحضور الطيب وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل مشاهدي الكرام شكرا على حسن متابعتكم وعلى حسن تواصلكم وتفاعلكم وأذكركم برقمنا الهاتف 05 37 68 51 60 وببريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية أيرباسكس نقطة ما دمتم في رعاية الله وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة